الكافل انا راضي زمتكم انا نزلت الصورة وقعد يقولولي حرام عليك وانت هي دي نايرة هي نايرة كانت طويلة كده نايرة كان عندها كرش اقراض صغيرة وكرش كبير قد كده عمر الكاشف بيتريق على جثمان نايرة اشرف ومنزل صورة ليها زي مواضح كده قدام حضراتكم دي الصورة اللي منزله على صفحته واللي كمان حاطت عليها ايموشا اندحك بيستهزق ايه يعني بيها وبيقول هي دي نايرة اللي كانت المشرحة ولا كانت عند المنجد طب انا بقى احديكم معلومة المعلومة دي للامن وعندي شرط عندي شرط تحدي بين وبين قوات الامن في المنصورة والمحلة لو المعلومة دي تلات غلط تحبسوني تمام حينما كان يصلي الناس على هذا الشيء الغير مفهوم في المسجد كانت جثة نايرة الحقيقية في المدافن في معابر حمد معها ناس معينة ويصع على هذا حارس المقبرة طبعا كل اللي يسمع كلام عمر الكاشف ويشوف الصورتين بتوقع عربيات الاسعاف اللي موجودين قدام حضراتكم دول انا حاسس انه ممكن يتهزي زي ما انا اتهزيت بالزبط قلت ايه ده وفي فعلا عربيتين اسعاف ايه ده ده كلام صح ولكن الحقيقة ان كلامه غلط مليون في المية ليه بقى ان انا بعد ما بحثت عن الموضوع لقيت اني ما كانش فيه عربيتين اسعاف ولا حاجة وان كلامه غلط مليون في المية واظبط لحضراتكم ده بالدليل كل الحكاية ان الصورتين دول كل صورة منهم ليها فيديو الصورة اللي موجودة على جنب الشمال اللي هي اه باين فيها ان عربيت الاسعاف في ده ومشى في الطريق عادي جدا ومفيش ناس حواليها خالص كانت موجودة في فيديو واحد قاعد ورا في العربية اللي ورا العربية الاسعاف طبعا وقاعد بيولة جماعة احنا في طريقنا دلوقتي لمقابر حمد رايحين ندفن نهيرة اشرف رحمة الله عليها الصورة التانية اللي موجودة قدام حضراتكم على الجنب اللي موجودة برضو في عربيت الاسعاف ولكن عليها ضوء اخضر وتحس كده ان هي مختلفة يعني مش شبهة العربية التانية خالص وعشان كده طلع وقال ان العربيتين مختلفين وقال ان في ناس راحت تانية يقصوا طبعا الناس اللي كانوا بعدين في العربية اصيرتها معايا في البداية العربية الاولى يالي على الجنب الشمال بيقول ان في ناس تانية راحت دفانتها وناس معينة طبعا الكلام ذو goofy عاري من الصحة طب ايه اللي يثبت لنا انه عاري من الصحة وياللي يثبت لنا انه هي عربية واحدة في النهاية صليها النبي وركزوا معايا جدا علشان تعرفوا قد ايه عمر الكاشف كان غلطان وزين قال انه هو كان محتاج حد يرد عليه بكل ادب وكل احترام فانا كيوسف سعيد جيت لك يا عمر يا كاشف مبدئيا كده اللي يثبت لنا ان هي عربية واحدة في النهاية ان الصور اللي معروضة قدام حضراتكم دي بتاعة يعني العربية هي ماشية لوحدها يعني عادي عربية عادية جدا عربية اسعاف فاي حتنقل يعني جسمان نيره اشرف لمقابل عزمة حمل والمفاجأة بقى ان الفيديو اللي معروض دلوقتي قدام حضراتكم برضو ما فيهوش اللون الاخدر اللي هو بيتكلم عليه وهي هي نفس العربية الله طب فين العربية اللي كان محتوط عليها لون اخدر انا شفتها انا شخصيا انا بقول لحضراتكم انا شفتها وتبرجلت يا جماعة قسما بالله اللون اللي اخدر ده مجرد بس يعني تقدروا تقولوا كده يا اما جاي من اللون اللي هو بتاع عربية الاسعاف اللي هو اللحمر اللزرق وطبعا التصوير والاضاءة وبصوا حتى في لون اخدر هو قدامكم باين في الكاميرا هو اخدر بس هو مش اخدر هو على الحقيقة اصفر او ابيض ولكن هو باين قدامكم ان هو اخدر ففيه الوان تمام فاللون ده لبت في العربية فحضرتكم شفتوا الصورة زي ما واضح كده قدام حضرتكم الصورة جاي عليها على العربية اخدر فكلنا اتبرجلنا حتى انا والله اتبرجلت ولكن انا لما بحثت عن الحكاية ده كلها اكتشفت ان اهل نيرا اشرف يعني لا بدلوا الجثة ولا حصل اي حاجة من الكلام اللي يتقال وان عمر الكاشف استخدم الموضوع ده باسلوب غلط وطبعا هيتعاقب مفيش حد مش هيتعاقب طالما بيستخدم الاساءة اول باول وحتى لو تلاحظوا تاخدوا بالكم هتلاقوا ان في الصورة موجود اللون اللغدر ده مش على العربية بس ده على كذا مكان ادي راجلة هوت جنب العربية الشعاع اللغدر موجود عليه والشباب دول برضو الشعاع اللغدر موجود عليهم وحتى يعني الشجرة اللي ينجد ده مفروض ان هي طالما بالليل يعني ما تبقاش خضرة يعني بالليل هتبقى حتى يعني التصوير طالما بعيد هتبقى يعني اللون هرمادي ولكن برضو الشعاع جاية عليها باللون الاكتر وطبعا العربية دي بعد ما خلصوا ويعني صلوا على نهيرة اشرف الله رحمها في المسجد طبيعي جدا اني نهيرة تخرج من المسجد الناس شالينها ويحطوها تاني في عربية الاسعاف وبعد كده ياخدوها لمقابر عزبة حمد زي ما واضح كده قدام حضراتكم على الشاشة فطبيعي انك تشوف في فيديو ده عربية راح عادي جدا المسجد وتشوف برضو العربية هي هي نفس العربية ما تغيرتش ولا الكلام العربيت اللي بتقال ده في مكان تاني وفي شارع تاني وفي فيديو تاني فكل اللي حصل بس اني فيه نور اغضر بيين لك انت كمشاهد يعني الموضوع ده حسيت اني كده ولكن انت كمشاهد تطلع بكل ادب و بكل احترام انت الصفصر هيترد عليك بكل ادب و بكل احترام انما عمر الكاشف بيطلع يتاهم ودي اكبر مشكلة فيه يا جماعة اقصى بالله دي اكبر مشكلة فيه هو كده بيضيع نفسه هو مشواخد باله للأسر وده الكلام اللي انا قلته لعمر الكاشف من البداية والله اعلم هو شافه ولا لأ لما تكلم في موضوعنا يرى واشرف كان بيهاجم هدير كان بيقول لي هدير طلع اللي بفطنك يا هدير طب هل ده ينفع هل ده اسلوب حوار انت دلوقتي عايز تعرف حاجة من حد هل ده اسلوب حوار كلام مش منطقي قصما بالله بتقال وربنا يكون فعونهم على كل كلمة بتتقال غلط في حقهم وباطل شكرا جدا كان معكم يوسف سعيد في رعاية الله